في خلط في مسألة المطور العقاري ومالك الأراضي أتوقع فيه فرق فرق كبير طبعا يعني يوم لك الأراضي خلنا نقول هو استثمار طويل لأجل في يوم من الأيام كان الآن يمكن من الصعوبة أصلا تجد أنه أحد يشتري أرض ويجمدها ويخليها لأنه في بدائل صارت مرة كبيرة سواء من ناحية الأسهم مثلا أو الودائع أو الأشياء التي بالإمكان تسيلها كسيولة الأراضي كانت يوم الأيام هي مستودع للأموال أقرب إلى أنها تكون مستودع للأموال فاليوم لا خلاص يعني إذا ما اليوم بتعليها الرسوم أيوة بالضبط اليوم عندك أرض فيجمرة في يدك إلي أن تتخلص منها سواء تخلص منها بمنتج يتدرر لك بشكل جيد أو أنك يعني تبيعها تقسمها يعني لازم تصرفها يعني ما عاد صار فيه أنه عندي أرض وقد عليها هذه ما ما تصلح يعني فالمطور فالتطوير يبدأ من المرحلة هذه من مرحلة اختيار الأرض وبعدين دراسة الجدوى للمشروع وقبلها إيجاد فكرة يعني أنا إيش بسوي بالضبط يعني الفكرة يمكن نشوف فيه تقارب كثير بالأفكار بالسوق وهذا شيء طبيعي يعني لكن الأدد فاليو إيش ممكن أن تتقدم في المشروع حقك إذا هو مجمع سكني إيش الخدمات اللي ممكن تكون موجودة ترجمة نانسي قنقر